معي زجال كبير والسادة المشيك الزوان اللي هو كاتف كلمة القطعة والغانية أنا عني سؤال سي زوان كيفاش خطرتي أنا كاتف القطعة الفنان المنجم الكبير سي يونس الوضن شكرا سي ناجيب أولا بنتشكور ناجيب لأن أولا بضي اقتصال مع سي يونس تعالوا تبعي يوكس على واحد أساس هو أنه شاب خلوق خجول محافظ على الأصول دياره وبالمناسبة تشخل سعف رحيم واللي ربحته حقيقة أصدقاء وعائلة هذا هو أولا بنتشكور ناجيب لأنني نتعمل معه وغلن نتعمل معه وغلن نتعمل معه لأنني نعمل أخلاق دياره وهذا الأخلاق بدأت تفتاقة المجال الفناني يونس هو واحد الشاب واللي وسع الله غادي مشي بعيد بعد ذلك شكرا لأستاذ زوار بإضافة للأخلاق ديار أستاذ يونس فهو عازف متمليز بالنع الكبير ماهر وأيضا ملحين مبدع ربما نفتو الكلمة الأخيرة من عند سمو حمد عنير أو السؤال الأخير شكرا لك شكرا لك أولا أحمد عني شاهد جمعوي استحرير جميلة أطر بريس ومؤتم بالتقافة والصفحة عنها والمجالي والقانوني والإعلامي والجميع فيما يخص ما عندي السؤال فني ولكن عندي عندي واحد اختراع فيما يخص تلمية المجالية وخاصة النموذج تلمي الجديد فني أنا كان أقترح على الفنان بما أنه المنطقة ديال 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 أفو يكون يعني يزيدوا حد اسم فني يكون كي يعتبط بالمنطقة حب هذا لو كان في للمتال أو شيء حاجة من هذا القبيل ثانيا على غير غير يعني أنا مشت معا وحد المجموعة ديال اسئلة للطحة على غير هاد المجموعة ديال هناك واحد اقتراح يعني المنطقة الجنوبية هناك الفناني ديال اللي عنده الفن الحساني جابوا الفن الحساني ديالهم وصلو به العالمية الإخوان ديال الجزائر جابوا الفن ديال غير خرجوه من الأعماق ومشو به العالمية الإخوان كذلك ديال الأمازيغ كذلك فحبنا لو سيونس يعني بخغلي في المسيرة ديالهم ولكن كما قال الإخوان بصفة عامة أنه يستنبض الأصول ديالهم من الفن المحلي لأنه هذا الفن المحلي ما زال يحد أنه معروش علىه وطنيا بصفة شاملة وعالميا ومن خلاله يمكن يقتقق إلى العالمية إن شاء الله ومسيرا وفا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك وإن شاء الله أنا أعطي للعضل لنصيحات هذه وإن حال مأمكن أنه دائماً هذا الفن البلدي كما قم بولا رجعته الفن البلدي المعاسيغ يعني نحاول إن شاء الله أنا ديماً ندريع قطاعات ونحتاط على الأساسيات يعني كما قم بولا نحتاط على الأوسس يال اللي فني وإن شاء الله نتمنى أن يصل إلى طبع الهتغياتين شكراً شكراً كثيراً برو الصحافية لكي نرسونا بالحضور إخواني الفنانيين وإخواني الصحافيين الإعلاميين الذين جئتوا أكثر هنا لكي نرسوا الندوة الصحافية الفناني والنجمة كبيرة لأسيد يونس فولماني يونس فولماني هو الآن كي نرحب بكل مواقع اللي يبغى تتكلم معاه وتحرم معاه استجوار يرحب بكل الإعلاميين بكل صحافيين الفناني يجب تشجيعوه يجب دعموه سواء من الجنهور سواء أيضاً من الإعلاميين لأن الإعلام هو الطاهرة اللي يمكنك انجح كل فناني كتشفر كل الإعلاميين اللي يحضروا هنا وكنشكر أيضاً ساعد صدر الفناني والنجمة الكبير لدينا المستاذ يونس فولماني اللي جاء تقريباً على كل أسئلة بوحد اليحياء نبغيكم مرة أخرى تشجعوه وتعموه وفي سبيل مهرجانات ولكاء الجديد وبريما عنده الجديد وأكيد سيونس فولماني كلمة أخيراء دي يرحبكم روما ملحبكم كلمة أخير كلمة أخير